شوف عندي القمال وياسنا هذا السمراء اللي بالشوكولاتة ياسم السم بالله واستمتع هذا حليب بالزعفران بابا بأكيك تو نص النهار أسهل كيك الي ساعد في البداية أحط لك طحين طحين بره عشان يكون موضوع صحي صحي كينج بودار كيف المكادير ما يحتاج شو بعد من المكادير نسينا شيء اوه ماشي حليب شو بعد شو بعد شو بعد شو بعد نحط فلفل وخلط وعلى الفرن ساعة ساعتين ثلاثة بعد مرور يوم ست ساعات على حرارة 570 على مستوى كرة سطح الأرض جاهزة ديان الكيكة ليش نمش توقل وطعب خليك معدل لك مسول لك هنا ضبطت الخطة هنا البديل هايف كعكة العسل المعروفة المشهورة بدت قصتها من روسيا انتقلت على الخليج جهة الامارات حاليا في عمان ولا ننسى انها ايضا متواجدة في الهند وقريبا ان شاء الله في الكويت عندهم ثلاث نكهات نكهة الاصلية هي نكهة اللي بالعسل بالشوكولاتة ونكهة الاخيرة اللي هي كيكة الحليب بالزعفران بيور طازجة ومدة صلاحيتها خمس ايام فيها اي مواد حافظة كعك هذا المناسب لكل فائد الامرية عندهم الدائرية عندهم مربعين عندهم الثلاثية كبيرة وصغيرة متواجدين في اغلب محلات تجارية واشهرها اللولو كارفورغ